في أي حوار يدور بين الأطراف المختلفة داخل العالم الثقافي الإسلامي لا بد أن نلاحظ ظواهر مهمة جدا أبرز هذه الظواهر بأن من يتحدث دائما وغالبا ما يكون يضع نفسه في حالة دفاع أو في حالة هجوم تجاه الآخر لا وجود لفضاء الحرية داخل هذا الفضاء العربي الثقافي الإسلامي ليس الآن إلا منذ مئات سنين ونحو ألفين عام تقريبا ما قبل الإسلام أيضا الإسلام هو ظاهر من ظواهر هذا الفضاء الاستبدادي المتعنت الذي يرى العالم بصورة واحدة ولا يقبل وجود صورة أخرى معاكسة له فأما أن يكون هناك حوار بين شخص يرى بأنه على حق وأن الآخر على باطل أو أن هذا الآخر هو معلمه والذي يجب أن يتبعه يتبع خطاه بالكامل أي أننا نفكر دائما على أننا داخل جماعة موحدة وأن كل ما عدنا هو خارج هذه الجماعة ويجب الوقوف وموقف الند له أو الموقف المحارب له في كل حال من الأحوار هذا الموضوع راح أتحدث عنه بشكل سريع حاول أن كان نتيجة لحوار بين حوار أو رد لتعليق لأحد الأخوة على حلقة نشرتها بعنوان ليلة القدر أم ليلة الخرافات فكونوا معي طبعا ضمن هذا الحوار راح أتحدث عن قضايا أخرى من أبرزها الحديث عن الموضوع اللغتي العربية هل هي لغة عربية سليمة أم لا والسبب هو أنه هناك بعض التعليقات تتهمني بأنني لا أجيد الكلام أو الكتابة باللغة العربية وبشكل سليم الموضوع الثالث والذي تحدث عنه عن ما هيتي هل أنا ملحد هل أنا وهذا نشرتها حرقة سابقة لكن للتأكيد راح أوضح هذا الموضوع هل أنا ملحد هل أنا باحث هل أنا أكاديمي هل أنا مفكر هل أنا أي شيء هل أنا سياسي فراح أتحدث عن هاي الموضوع الثلاثة الأول رد على هذا الأخ الذي يرى بأن العالم وجهان خير وباطل حق وشر حق وباطل شر وخير والموضوع الثاني هو عن لغتي العربية والموضوع الثالث هو عن كوني عن صفتي هل أنا باحث أو مفكر فكونوا معي السلام عليكم المصدقائي ورحمة الله وبركاته في حلقة نشرتها بأنوان ليلة القدر أم ليلة الخرافات يعني استقبلته وبفرحا بالغ الكثير من التعليقات الهجومية مع بعض التعليقات التي يعني رحبت بهذا البحث أو هذه الرؤية للموضوع بمحاولة تفكيكه وتحليله وفهم حقيقة ما نحن عليه وكيف نفكر لكن هنا التعليقات الأغلبية أو كثير من أتكان التعليقات عنيفة وتشيب العنف وأنك ومستغربة يعني تبدي استغرابها من أنني أتحدث في موضوع يجب أن لا يناقش إلا باعتباره نصا لا يمكن الخروج عليه وأنه مفهوم ولا يحتاج أي جدل ونقاش الحوار بدأ بتعليق لشخص اسمه مصطفى الابراهيم الابراهيم هو أعتقد الابراهيم يقول متى حدث هذا الليلة القدر فهي يقول حدثت كذا يعني الرواية المعروفة التي يكتبها رجال الدين عادة في العشر الأواخر وهذه التي شاعت بين الجميع طبعا هو يضيف أنه يقول طبعا هذا صعب أن تفهمه أنت لأن عقولكم صغيرة لا أعرف من يصنف أكيد هو لابد أن يصنفني لأن العقل الصدامي أو العقل القطيعي أو الجماعي هذا العقل دائما يفكر بطريقة نحن وهم هو نحنوي فنحن فالآخرين هما أقولكم طبعا ذلك هو تصنيفه يعني يصنفني ربما مع الملحدين مع الألمانيين أو يختار لي يعني لابد أن يضعني في خانة لأنه لا يستطيع التفكير إلا بوجود خانة اللي يضع فيها الآخر أو يضعهم بخانة عامة اسمها الكفار أو غير المسلمين أو يعني أي تسمية أخرى تسمية عامة وكتسميات خاصة فهو يصنفها حسب ما يشاء أو إلا فالعالم يعني يعني لا يستطيع أن يفهم العالم العالم بالنسبة لكل شيء يتعطل إلا إلا تحول العالم في عينه بهذه الطريقة أي أنه لا يرى نفسه واحدا أو جماعة ضمن جماعات أخرى إنما يرى نفسه واحدا أمام كل شيء آخر أي أنه في حالة صدام ومواجهة مع كل شيء آخر أين كان صفته وأين كانت نوعه ولا فرصة لأي حوار وتواصل مع الآخر إلا بطريقة بطرق محددة تحاول دائما أن تحذف الآخر أو لا تدعاه يدخل إلى عرين هذه الجماعة أو حضيرة الدين الخاصة به وهذا طبعا هو السلوك طبيعي يعني عن كل الكائنات وليس بشر فقط لكن المشكلة نعتبر نفسنا كائنات ارتقت أكثر بعد أصبحت قادرة على أن تدخل في حوار مع جنسها نفسها وليس جنس ونوع آخر من الكائنات خلفية الموضوع لا بد أن أوضحها أنا كتبت الموضوع الحلقة لمن لم يشاهدها أنا تناولت موضوع ليلة القدر وقلت أن هذه ليلة القدر هي ليلة الخرافات وهذه ليست فيها الساعة لأنه أي موضوع وأي قصة أو أي حدث أو أي نص مقدس أو محترم من قبل عدد كبير من الناس لا بد أن تطلع حوله أفكار وتصورات وتندرج وصير ضمن الفلكلور الشعبي أو ضمن المخيلة الجماعية للناس فلا بالضرورة وهذا مع الوقت تصير هو واسع بين حقيقة النص نفسه أو ما جاء به النص وبين التصورات الناس عنها فبالتالي النص هو العصل والنص هو بحد ذاته أيضا هو نتيجة لتصورات قديمة سابقة عليه لكن هذا النص ولد أيضا يعني مثل الموجة رميتها في النهر هذه الموجة الحجر ولدت موجات وبعد ذلك اصطدمت بموجات أخرى وولدت مجموعة أخرى من الموجات الناس الآن أنتوا بتصور عن ليلة قدر تصور خرافي هذا ليس فيه إساءة للدين وليس فيه إساءة للنص إنما نقول إنه هناك هذه الليلة هي ليلة خرافات بامتياز الناس تعتقد أشياء لكنها ليست على علاقة بالنص نفسه يعني إحنا لا نتحدث عن نضد النص لكن نتحدث عن النص في الواقع في تجلياته على الأرض وهذا الشيء الذي لا يستعبه بشكل خطير يعني الغالبية المطلقة من الناس لأنهم لا يرون الواقع هنا الفكرة التي سأحاول إيصالها للأخوة وهي أننا لا نفكر من خلال الواقع وهذا من خلال التعليق رح نستشفه تعليق الأخ وأشير منه إلى قضية أساسية جدا نعاني منها جميعا طبعا وهي أننا لا نرى الواقع كما هو ولا نخرج من النص إلى العالم لنراه كما هو وهذا إلى علاقة بكل تفاصيل حياتنا وهذا يتضح من خلال التعليق الثاني كما ترون والذي يقول فيه الذي لا يفهم الأساس يبدأ بتتبع الفروع وينتقدها كيف ستفهم الفروع إذا أنت لا تؤمن في الأصل طبعا هذا صغة عربية غير صحية ركيكة جدا إذا أنت لا تؤمن في الأصل يقصد أن أنت غيره أن كنت غيره مؤمن في الأصل يشرط الإيمان بفهم ما هو عليه الناس فلابد أن تبدأ بالفروع ويعني ما تفهم الأساس فيروح على الفروع ويفتهم وينتقد الفروع يقول بعد ذلك قلت المسلمين لا يتفقون على شيء وهذا كذب طبعا لا هذا هنا الطريقة هنا نكتشف الروح أو الدافئ أو شخصية المتحدث المتحدث عندما يتحدث بهذه الطريقة وخاصة مع شخص من أمثالي لا يفطن إلى شيء هو أنني لا أتلقف كلامه باعتباري ندا له هو عندما يتحدث يفترض الآخر وهذا مشكلة المتدين مشكلة المؤمن عموما هو يفترض الآخر دائما في خانة العدو أو المخالف أو المختلف أو الذي لا يجب أن نتعامل معه فهو عندما يتعامل معي يتعامل معي بعقلية العدو أو الذي لا يجب أن أداهنه ولا أسيره وهذا تعليم ديني طبعا بمناسبة وهذه ليس طبيعة الدين الإسلامي إنه طبيعة أي دين هو الدين فكرة الدين أن يؤلف جماعة والجماعة لكي تتماسك لابد أن تشعر بالتهديد من قبل الآخرين لا بد أن تشعر بأن كل لحظة تمر هي محاولة لهز أركان هذا الدين وأركان الجماعة بالتالي فالجماعة يجب أن تكون جاهزة دائما لأن تكون في كل لحظات حياتها في كل شيء في كل تصرف دائما تكون جاهزة على أهبط الاستعداد لمواجهة أي طارق وأي محاولة لهدم أركان هذه الجماعة وتسمى أركان هذا الدين لأنه الدين يرعى نفسه أشفى بالخيمة الخيمة لها أركان أو بيت أو أساس فهو يرعى الأمور بهذه الطريقة التثبيتية يعني هو يثبت أركان البيت أركان الدين ويضع ثوابت لهذا الدين ويعتبر بعد ذلك أي مساس بها هو خطر جدا فبالتالي هذا الشخص قدما يتعامل معي مهما كان مستوى المعرفي والثقافي سواء كان مؤمن عادي أو مؤمن من طراج رفيق المستوى هو لديه نفس الكود أو نفس الشريط الجيني الذي الديني أو الجيني الذي يعمل عليها فهو رأسا يشعر بوجود تهديد أنه مجرد أن تناقش مسألة من هذا النوع هو رأسا يشعر بعدما يقول لك أنتم قلت أنت قلت أن المسلمين لا يتفقون على شيء وهذا كذب هو لحظه يقول قلت أنني أنا قلت أن المسلمين لا يتفقون على شيء وهذا كذب اتهام بالكذب يعني مباشرة لأنه هو هذا لأنه يعتبر الآخر مخالف وكيف كذب يعني المسلمين لا يتفقون على شيء يعني الإسلام قوي جدا لا نبدأ من أعترف الإسلام قوي والكدين لكن المسلمين ضعفاء جدا كيف نفسر هذا العمر للسبب بسيط لأن الإسلام فتت قواه بطريقة غير طبيعية وتجد عشرات الجماعات ليس كالمسيحية المسيحية موجود بابا هو الحاكم من الآمر الناهي على مدى ألف عام حاكم كل شيء ولا وجود لتفرقة وإن حدث الشيء يقيمون اجتماعا أو يعقدون مجلسا مثل المجلس النقي وما إلى ذلك ويحسمون الموضوع وهناك رأي نهائي لالبابا وهو أمره بعد ذلك أعلى من أمر الملوك جميعا فانتهي الموضوع لكن الإسلام هو مشكلة الإسلامية هذه مشكلة الإسلام أنه متفرق وهناك عدد كبير وهائل من الأئمة والشيوخ وكل واحد أدى مذهب وأدى طريقة وأدى لون ويعتقد بأنهما بالتالي المسلمين لا يتفقون على شيء بالعكس ومشكلة الآن أنه كثير مؤظم حتى لا يوجد قدر نفس لا يوجد اتفاق عليه هذه مسألة ليس أنا أقولها يعني أنا ضمن الحلقة التي انشرتها أنه أنا يريد تعالوا يقول أنت ما تفهمها معنى القدر وأنك قلت في بداية فيديو أنك لا تفهم معنى كلمة القدر وهذه مشكلتي وليس مشكلة شيء مشكلة شيوخ الإسلام بأكمل عبر التاريخ لا يعرفون ما هو القدر هذه مو مشكلتي أنا مشكلة الجميع حتى المسلمين هناك صورة عامة وأسطورة عامة انتشرت عن هذا الموضوع الناس أعتبروها يعني أشبه صارت استفتاء على مجموعة الأساطير والأفكار حول هذه الليلة واختلف الفقهاء وعلماء الدين منذ البداية يعني من بدايات العصر العباسي حول الموضوع وكل من قدم نظريته هناك النظرية نجحت قالت بالعشر الأواخر البعض قالوا بالعشر الثاني وذكرتها بالحلقة موالتي فهو يقول لا يقول لا أنت قلت بأن المسلمين لا يتفقون شيء على شيء وأنني كذاب كلمة كذاب بدلا من أن يقول مثلا الصيغة المهذبة أو الصحيحة ليست مهذبة أخلاقيا يعني ولا إنسانيا لا المهذبة المهذبة فكريا أنه كل واحد عندما فكرته يطرحها ويقول أنا لدي فكرة بكذا يقول لا أنت تكذب لا ببدا من هذا يقول وجهة نظرك محترمة وأنا وجهة نظريا مختلفة وخلصت هالموضوع يعني ماكو مشكلة يعني ليش أكذب يعني حتى دا افترضنا أن أنا أكذب يعني هو يفترض بأنه عن دينية أدوانية لهذا السبب ليرجع للنقطة الأساسية لجح هذا أنه يعتقد بأن الآخر هو عدو ومختلف ويريد أن يهشم أو يدمر أركان عقيدته هذه الفكرة الموجودة في داخله هي فكرة يحتاج لها بصلاحة يعني علماء نفس يحللوها لا وجود لحل آخر لأنه لماذا أنت تبادر الآخرين بهذه الطريقة ما الداعي أنا لم أبادر معك بالحديث بهذه الطريقة بأنه أنا لا أنوي أنه أهدم دينك بالعكس أحترم أحترم معتقدك وأحترم ديانتك وأنه ما عنده مشكلة بك بالعكس أعتبر الدين مسألة ساسية في حياة الإنسان وأنه من حق أن يكون مؤمن ومتدين لكن أنا من حق أن أفكر لا يمكن أن تسلبني هذا الحق مهما كانت مبرداتك لا تسلبني هذا الحق وأنا دائما أقول في قناتي يا أخوان لا تدخل إذا أنت كنت متدين والكلام الذي يدور فيها والأفكار التي تطرح فيها القناة لا تناسبك وتهرجك وتزعجك لا نريد أن تزعج نفسك فأرحل عن هذه القناة لأنها ليست المكان المناسب لك هناك قنوات كثيرة تكرر لك جو وفضاء الجامع وفضاء الدين بطريقة متعددة فاختر ما يناسبك هذا المكان لا يناسبك هذا واحد للفكر والمفكرين والذين يتفكرون ويحاولون أن يفهمون ما يجري ولا يقولون أنت افعل كذا ولا تفعل كذا ليسنا من هذا النوع وليست لدينا أركان يعني كما أنت لأنت تدخل لديك أركانك الخاصة تريد أن تحافظ عليها فرجعا لا تدخل لأننا سنزعزع هذه الأركان أي فكر أي عملية فكر والتفكر ستزعزع هذه الأركان لماذا أنت قلت السبب ولكن بالعكس أنت تتهمني بأن تقول ماذا تقول طبعا هذا صعب أن تفهمه لأنها عقولكم صغيرة طبعا عنده خطأ لغوي يقصد لأن عقولكم صغيرة لأنك لم تؤمن بوجود إله فكيف ستفهم هذا الكلام يعني وضع الشروط واللغة العربية ركيكة جدا لكن مش مشكلة يقول أقول لكم لأن عقولكم صغيرة لا تستطيعون أن تفهمون هذا الموضوع يعني العشرة الأواخر المسألة عقلية يعني بالنسبة لي مو مسألة بحثية توثيقية يعني مسألة فهم مسألة عقل نحن نسلع قناة بما يكتب عقولنا صغيرة بالعكس ميزة المؤمن وميزة المسلم وميزة المسيحي ميزة أي متدين إنه عقل صغير عقل صغير يشتغل على مساحة الدين الذي يؤمن به وهذه نقطة قوتة بالمناسبة هي قوة الأي دين في أن عقل عقل الدين صغير ولا يريد عقلا أكبر لأنه أي توسيع لعقل المتدين سيحدث الكوارتس وسوى هدم أركان أي دين وأي عقيدة مهما كان عقيدة دينية أو سياسية لا فرق أي عقيدة إيديولوجية لابد أن تنحي بلسبب أي انفتاح عقلي لهذا السبب تجد الدين يحظى بالشعبية عند الطبقات الغير متعلمة دائما لأنه يقدم لحلول ولا يجعله يشغل هذه الآلة التي منحت له وبأقصى طاقتها مسألة متعبة جدا ومربكة وفعلا يعني الدين هو نوع من الحلول السريمة التي تمنع الإنسان من استخدام عقل بشكل كلي ولأنه هذا استخدم لن يكون هناك مجتمع لن يكون هناك أي سلطة مهيمنة ومسيطرة فسيكون هناك تفريق للكلمة ستنتشر البدع بالتعبير الديني وهذا كلام صحيح بالتالي من عقله صغير لأنه نريد نكبر عقلنا وريد نفهم ما يجري هو نعاني الأمرين لأن الذين لديهم عقول صغيرة بدليل أنه لغة بعشوية رح أذكر بدليل أن لغة العربية من ركيكة إلى درجة لا تصدق ومع هذا يكافح وينافح ويدافع أنا لا أقصد هذا الشخص تحديدا أنا أقصد أنه أستخدم التعليقات لكي أوضح رسائلي لأن بعض الأشياء اللي أنشرها لا تفهم ولا توصل بالطريقة الصحيحة ولا يعرفون من أي أرضية فكرية أو أرضية ثقافية أتحدث دائما يعتقدون بأننا أتحدث من أرضية الإلحاد أو أرضية المعادات للدين أو أن لا ما عندها هذه المشكلة أنا عندها أرضية الفكر وهاي أرضية قليلة جدا ونادرة في قنوات التواصل وأيضا حتى في على الصعيد الكتابات والدراسات والبحوت دائما تجد أن هناك أرضية جاهزة هي أرضية دينية إسلامية يعني متسائرة مع الواقع التقافي السائد أو الخطاب المعرفي أو الديني هو الخطاب الديني عادة السائد ولا يحاول أن يناقش أسسه ويفكر فيها ويتفكر فيها أنا هذه الحلقة أحاول أن أوضح بها مؤلم أفكار الأساسية وأفصلها حتى بعد ذلك عندما يجي أحد يناقشني أقول أو أفكار أو أفكار أو أفكار أو أفكار أفكار الأساسية التي تستعصي على بعض الأخوة ولا يستطيعون فهمها أو يؤولونها بطريقة جاهزة لديهم باعتبارهم متدينين أو محسوبين على فئة محددة أو جماعة محددة فهؤلاء يفهمون أمور أو ينظرون العالم من ضمن هذه أنساوية النظر الضيقة وبالتالي يرى كل ما عداها يرى أنها خارج يعني يعتقد أن هذا العالم الذي فيه هو العالم الواسع الشاسع الذي عليه أي شيء آخر يعتبر عالم لا معنى له ولا قيمة بالتالي هو العالم بأكمله بالنسبة له وهذا فهذا يذكرني برواية لراما كريشنا المفك الصوفي الهندي اللي توفي يعني راما كريشنا أعتقد توفي سنة 1900 بحدود 1900 يقول هنالك حكاية من حكايتها يقول أنه كانت هنالك ضفدعة تعيش في بئر هذا البئر يعني قضت ولدت وعاشت وما زالت فيها في اليوم من الأيام سقطت ضفدعة أخرى فيها في هذا البئر ويعني حظها جافة وعاشت وهذه الضفدعة الأخرا فقالت لها أنت من أين أتيتي قالت لها أنا أتيت من المحيط قالت لها يعني شين المحيط ما معنى المحيط قالت لها هذا المحيط شيء شاسع جدا يعني لا يوصف بحجمه واسعته قالتلها يعني يعني شنو ما معنى لا يعني اكبر من هذا البئر يعني معقولة قالتلها لا اي بئر تتحدثين قالتلها لا يعني لا هو هذا يعني قالتلها يعني مثلا اذا امد رجلي من هون لهون يعني اكبر من هاي المسافة قالتلها يعني الضفد على الاخرى حارت يعني كيف تصف لها الامور فبالتالي الرجل عندما يتحدث يتحدث ضمن الافق والمن والفضاء الذي عاش فيه ولا يستطيع تخيل العالم خارج هذا الفضاء بالاكس يعتقد بان العالم باكمله هو هذا الذي هو عليه وبالتالي يصبح صعب انه تناقش شخص من هذا النوع ماذا تقول له وهذا اللي خليني احرص واحترم هؤلاء الناس وقل له اخي يعني رجعا هذا المكان لا يناسبك اطلع منه لا يناسبك لانه ولا لا تستطيع ان لن تستطيع معي صبرة كما قال موسى للخضر في نهاية سورة الكهل لن تستطيع معي صبرة فانت يعني اطلع من هذه القناة لا تلخل بها لانها ليست منطقتك وليست حقلك ولا حاجة لنا بصراعات انت تتعشق او تعشقها او او تعتبرها جزء اساسي من حياتك نحن لا نريد ان نتخلص صراعات لا نريد ان نبشر لا اريد ان اقول مثلا ان الدين غلط لا الدين هو غلط او صح مو موضوعي وهو يقول بانه انتم لا تؤمنوا بوجود اله انا مو موضوعي او 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 بوجوده ما لعلاقة بالموضوع اصلا لا علاقة لي بوجود اله او عدم وجود اله الآن عندي حلقة يقول الإله موجود يعني الله ليس خرافة وعندي تصور الخاص لهذا الإله وأن الإله هو الإسم البديل للجماعة والدين هو الجماعة بحد ذاتها أو المؤسسة التي تدير شؤون الجماعة والله هو الرمز أو اللوغو الخاص بهذه الجماعة وكل جماعة أهل إله الخاص هو أسمه الخاص وأيضا هو يقول كيف يسعر هذا الإله لأنه يحدد الفهم بالإيمان بوجود إله الذي لا يفهم هو الذي لا يؤمن بإله فإنه الإله بالنسبة له هو محور الكون محور الإشاء محور كل شيء هو الطريقة الوحيدة التي يفهم بها الأمور وهذا من حقه لا ألومة لكن ليس من حقه أن يأتي ويفرض هذه الصورة على الآخرين وأعتبرهم بالتالي أعداء له لأنهم ليسوا على هواه أو ليسوا ضمن العالم البئر الذي يعيش فيه والأمثال تضرب ولا تقاس أنا جوابي عليه سأوضحه وبعد ذلك سأبدأ تحدث عن موضوع اللغة واللغتي العربية هل هي سليمة أم لا بعد الفاصل قلت له يا أخي أنت فاهم غلط طبعاً ضمن التكملة للأخير أنه فاهم الأمور غلط نحن لسنا في صراع ولدينا أو لدينا عداء معادين أو مع أي أحد الموضوع مجرد هو عبارة عن نقاش فكري تفكري بالنسبة لك المسألة هي مسألة الصراع مع آخرين وحروب وقتال وجهاد وكذا وكذا إلى آخره وعليه أنا أقول لك بأن هذه القناة لا تناسبك وتزعزك جداً وفي حالتك هذه وحماسك الواضح جداً نرى أنك لن تستوعب ما نقول الآن وربما بعد زمن ستستوعب ما نقصده فرد علي ماذا قال قال بأنك واضح أنك بعيداً عن هذا المفهوم تماماً وعندما لا تجد جواب وكثيرين هكذا يبدأوا بالاتهامات أنت تظن الدنيا حروب وجهاد حضرتك كن صريح مع نفسك إذا كنت لا تعرف تتكلم اللغة العربية لاحظوا كيف تنتقد كتاب لا تفهم معناه أساساً احترم نفسك قليلاً طبعاً هذه اللغة ركيكة في قمة الركاكة ولا بأس يعني إنسان ما في مشكلة أي إنسان يكتب تعليق من حقه ويخطئ باللغة ما عنده مشكلة أنا لكن لا أن تأتي وتتهم الآخرين بأنهم لا يجدون الكلام باللغة يعني أنت مثل واحد يعني بيته من زجاج ويضرب الناس بالطوب فأنت أول مرة كون يعني محترفاً في كتابة جملة عربية سليمة وحتى ذا أخطأت لا مشكلة أنا ما عنده مشكلة أخطأ لكن لا تتحدث معي باللغة أنا ماذا فعلت قلت له تفضل أخي والهدف حتى أوضح لي بأنه لا تذهب شططاً لا تشط وتذهب بشطاحاتك بعيداً قلت له أولاً أنا طلع لك أخطأك أنا قلت له أنا تعلم العربي أنا مهمة طبعاً أنا اختصاص التصحيح لغوي يعني اشتغلت التصحيح لغوي وأدي مسؤول يعني مدير كنت في وكالات أنباء وأنا شغلت يعني أعلم الناس على اللغة العربية هذا عملي يعني كان عملي سنوات عملي أنه أدير عمل وكالات الأنباء وضمن عملي أنه صحيح التقارير التي يكتبها المراسلون وهم أساطين اللغة العربية بعضهم يعني فأنا صحيح له فيأتي واحد يقول لي تعالي أعلمك العربية صحيح أنا من اللقاءات الحر يعني سلعني أنا أتحدث معكم بشكل مباشر تحدث أخطاء أي واحد يعني حتى لو سيبه وهيجي يخطأ وحتى ده أخطاء يعني شنو مشكلة يعني يعني مو فات قضية لكن أنا أعرف أين الأخطاء مثلا قتلة أخلني راويك أخطاء حتى للآخرين اللي ما يعرفوا شون وين الأخطاء ربما هذا درس باللغة يعني قال بأنك بعيدا عن هذا المفهوم تماما ما يسير لازم أنك بعيد هذا خطأ كارثي فأنه يعني ترفع الأول تنصب الأول وترفع الثاني أنك بعيدا هاي خلاص أنه عن هذا المفهوم تماما عندما لا تجد جاوب وكثيرين هكذا هاي جملة ركيكة ما لها علاقة بأي جملة عربية سليمة يبدأوا بالاتهامات هنا خطأين يبدأوا بالألف مو بالياء المخصورة بالياء بالاتهامات هاي همزة توصل وليست همزة قطع الاتهامات ما تحتاج همزة أنت تظن الدنيا حروب وإجهاد أنت تظن الدنيا حروب وإجهاد هاي غلط كلها غلط كلها من بداية إلى نهاية نحوا وصرفا وإعرابا وكل شيء حضرتك يكون صريح مع نفسك كذا كنت لا تعرف تتكلم اللغة العربية حتى اللي يعني يتعلم لغة عربية لا يتحدث بهذه اللغة الركيكة فالمؤنث يختلط مع المذكر وأنت لا تعرف ما أعرف يعني أخطاء بالجملة يعني لا يحتاج أن أتحدث كيف تنتقد كتاب لا تفهم معناه أساسا كيف تنتقده كتابا يعني أحترم نفسك قليلا أحترم أيضا حاطها بهمزة قطع وليست همزة وصل يعني أشكال لا تحصى وبالذلك وضمن هذا الأخطاء الكبيرة يقل لك أنت لا تعرف تتكلم باللغة العربية وتتكلم لا ما يقول باللغة العربية أنت لا تعرف تتكلم اللغة العربية رأسك تتكلم اللغة العربية بدون أي أداة واصلة بين الطرفين طبعا هاي طريقة ماذا كان ردت فعله قال أنت تتصيد حروفي يعني يعني من يتصيد يعني العقلية العقلية الذي يجد نفسه في معركة هاي مشكلة الإنسان العربي المسلم وليس العربي المسلمين الإنسان السرقي في هاي المنطقة يعني لا أقول أنه أنا وجه كلام فقط للمسلمين لا لو كل إنسان يعيش في هاي المنطقة يجب أن يعتبر أنه أنه هو حدوده دائما في خطر أو حدود جماعته فهو دائما لديه جماعة ولا يمكن أن يجد نفسه خارج هذا الإطار فبالتالي هو يشعر بأنه في حالة حرب حرب يعني أما حرب فعلية أو حرب واقعية فهو أما أن يتضامن مع جماعته أو يعني يدافع عنهم يعني مثل بالضبط أنه أنت تشعر أنت ضمن فريق مثلا كرة قدم أنت مؤيد لبرشلون فأنت دائما تشعر بأن كل الفرق الأخرى هي فرق معادية لك وتريد أن تهزمك أو تسرعك فأنت جاهز درسيا في كل لحظة من لحظات حياتك للمواجهة والرد على الآخرين فماذا يفعله؟ عندما شعر بأنه هو تورط ويعني ارتقى مرتقا ليس له فقال أنت تنصيد حروفي بدأ يعني هو الذي بدأ بادر بهذه الكارثة ولكن قال بدأ يشكو وتشكى ويتعذر أنت يعني رجعت أنا الألمون الذي يخطئ والذي لا يفهم والذي عقله صغير أصبح أنا الذي يتصيده شوف يعني الفكرة القفولية بالتفكير هو هذا يعني كيف تعرف العقل الصغير من هذا هذا الطريقة التي تعرف بها أن العقل الآخر هو عقل صغير ما احترامي له بالعكس العقل الصغير أنا يا ريت عدي عقل صغير أتمنى كان يسا ما تورطت ولا ميت كان يسا مليارد يرس يعني ويقول بعد ذلك وأنت تنسى أيضا هذا خطأ آخر أنت تنسى 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 نفسك أنك تخرج وحتى عندنا يعني بعض الأخوة الأكراد لغتهم الأصلية لغة لغة عربية يكتبون ويتحدثون لغة عربية أفضل منه بعد ذلك يستشهد بالآيات هنا هنا المشكلة الكبيرة التي أريد أن نركز عليها هو هذا الشخص أو بمؤظم أو 99% من الناس لدينا ينطلقون من النصوص لا يرون العالم كما هو فعندما تحدث معه يرجع للناس ويضع لك نصوص الاحتكام للآيات هذا الاحتكام هو المشكلة الكبرى في حياتنا هذا يعني هو لا بأس أنا ما عنده مشكلة احتكم للآيات يعني بالعكس هو احترم الآيات وآيات مقدسة ومحترمة ما عنده أي شكال لكن أنت عندما تجد أنه هي الواجهة التي تتعامل بها مع الآخرين والمقياس والمصدرة التي تفهم بها كل شيء هنا المشكلة يعني هذا الحاجز يسميه محمد أركون يسميه السياج الدوغمائي هل السياج الدوغمائي أنت واضع أصلا بحد هذا يمنعك من انفهم ما يجرب على العالم أنت لا حتى لو سأمت العاني أعمل ضمن مؤسسة هذه المؤسسة فيها قواعد عمل معينة وقوانين والتزامات أرى العالم من خلال هذه المؤسسة التي أعيش بها أو البيت الذي أنا في أعتبره مؤسسة هذا البيت في قواعد أساسية طريقة بالتنظيف طريقة بالنوم طريقة بالجلوس بالحديث بالحوار فمن يأتي يأتي يلتزم بهذه القواعد عندما أخرج إلى البيت آخر أو مكان آخر أو مؤسسة أخرى أستغرب أنه هلاء ينظفون بطريقة غير صحيحة هؤلاء التقاليد يعني منفتحين أكثر من لازم أو منغلقين أكثر من لازم أبدأ وقارن على ما أنا فيه وما هم عليه لكن عندما يأتي لكنني لا أأتي وماذا أفعل أخذ نص من التعاليم الموجودة داخل هذا البيت الذي أنا أعبيه نص مكتوب قبل ألف سنة وأجي أحاول أن أقول أنه هذا النص هذا مكتوب باللغة أي لغة هي طبعا أي لغة كانت بغض النظر العربية أو غير هي كلها تخضع لقوانين واحدة أساسية فعدما أرجع أدخل إلى القمقهى وأقول هذا النص يجب أن ينطبق كل شيء على هذا النص أدخل إلى قناة واحد اسمه منصور أقول له هذا النص يجب أن تتزم به أنت خارج أي وتلا تفهم هذا النص وأنت تتحدث خارج هذا النص بالتالي أنت حق عليك القول أنت شخص ملحد أنت شخص كافر أنت كذا أنت كذا فهذا النص خرجت عليه ومن يحدث هذا هو هذا الشخص الذي لا يجيد اللغة العربية وحتى لو أجاد اللغة العربية لا يجيد التفكير بطريقة سليمة ولا يجيد فهم هذا النص بطريقة سليمة وهذا حالة عامة لأنه الآن قد ما نجي ندقيق كل التفاصيل الموجودة السابقة التفاصيل كلها قامت على أساس فهم اللغة العربية على أساس أنها لاحقا يعني على أساس فهموا اللغة العربية من المتحدثين اللغة العربية بينما هو الكتاب الكريم هو حصيلة آلاف ألفين عام من اللغات المحتدمة السريانية آخر وهذا العرامية والكنعانية والبابلية والآشورية يعني ما يقرب عن عشرة لغات وعشرين ثلاثين شعب يتحدث ضمنها وأربعين خمسين لهجة وتراث توراتي على عبرية تراث أسطوري بابلية على مسلات على قوانين على شرائع على أمبراطوريات هذا القرآن هو حصيلة هذا كله وهو بعدها يأتي المفسرون يأتي المفسر ويفسر لك هذا النص على أساس لاحق وليس سابق فبالمقلوب تماماً فقدما يأتي هذا الشخص ويحاكمك على هذا النص هو لا يعرف ما هو هذا النص أصلاً هو يعرفه من خلال الذين شرحوه وفسروه هو لا يقرأه ولا يستطيع أن يقرأه لأنه حتى لغته غير سليمة وحتى لو كانت لغة سليمة 100% واحد من الناس اللي يعتبر أدعي بين لغتي سليمة إلى درجة محقولة لا يوجد 100% لكن لا تستطيع أن تقرأه لماذا؟ لأنه هناك مسافة هائلة لا توجد لغة ثابتة هذه مشكلة اللغة العربية بعموم حياتنا بأكمله كل شيء نعتقد أنه هناك ثوابت وهذه الثوابت هي لا تقبل الغلب أنه انتهى هذا ثابت ديني هذه اللغة يسموها المشكلة الماهوية يعني نعتقد لكل شيء ما هي وهذه الماهية يجب أن لا تتغير هذا النص مقدس وماهيته هي هذه اللغة العربية هذه اللغة يجب أن تستمر وتثبت اللغة ليست كائن حي ما هي اللغة هي اللغة التواصل بين الناس وهاي التواصل بين الناس يتغير لماذا؟ لأن الناس يتغيرون أولا الواقع يتغير كل الأرضية مختلف يعني البيئة تختلف كل شيء جغرافيا ومكانيا ومعرفيا وخبراتيا كل شيء يختلف فأنت كيف تأتي وتريد أن تثبت هذا النص الإنسان حتى الناس يتغيرون أنه مفهوم مئة بالمئة فلا نستطيع أن نقرأه كما هو بالتالي هاي هي هنا المشكلة هؤلاء هو يريد مننا ماذا يريد؟ يريد أن يقول أننا ضمن الجماعة وهذه جماعة موحدة ويقول أيضا أن ماذا يقول بالله؟ لحظة يقول أن الإسلام واحد لحظة وأنها بالله أنه يقول لك المسلمين لا يتفقون على شيء يقول الإسلام واحد والمسلمين واحد والنص واحد والفهم واحد وكل شيء واحد وأنت الذي خرجت على الواحد وأنت وأمثالك فكل شيء واحد وهذه هي فكرة التثبيت التي تحدث عنها أو نظرية التثبيت التي أعتبرناها أو التي أبتكارتها وأعتقد أنها هي الطريقة الصحيحة التي تجعلنا نفهم ما يجري حولنا فهذه المهوية وتحويل كل شيء إلى شيء ثابت وواضح وستاندرد وهذا الستاندرد يجب أن يسير الجماعة بل العالم يأكمله هو يجب أن يسير على هذه الستاندردات أو المهوية التي يحددها لنا هذا الشخص الذي هو إفراز من إفرازات هذا المفهوم أو هذه الرؤية وهذا البرادايم الذي نعيشه ضمنه هذا هو الذي يدفع هؤلاء هذا الشخص من هذا النوع إلى أن يكون عنيفا ويأخذه الكبر والغلو في الفكر والطرح والتصرف وقلت له أن تواضح بأنك تفقد أدب الحوار بسهولة وتجلح إلى أن تعلن عن نفسك كإنسان غير مؤدب ومستعد لإعتداء على الآخرين لأي سبب كان وتمنيت له أن يصبح إنساناً جيداً وسوياً ومؤدباً ومتسامحاً مع الآخرين أي أن كانوا لكن صعب عليه يجب أواني دعوتي للجميع أن يا أخي أن نحن ليسنا في معرض أنا لست ضد دينك ولست معه ولست أحد لا أنتمي لجماعة أنا أنتمي لواحة الفكر والتفكر وهذه الواحة تحاول أن تفهم ما يجري وتقدم تصوراتها لك أن تقبلها أو ترفضها هذا مسألة خصك ولا أطالبك بأن تقبلها أنا لا أريد أن تتبلعك سيجدك تناقشها وتحتج عليها وتقول لا أنت غلط بالكذا أنت صح في هذه هذه هي وجهة النظر أو هذه الفكرة أنا أجد أن هناك حاجة لإجراء التعديلات عليها هذا كلام الدقيق الحقيقي العالم الآن لم يعد كما يقول هابرماس العالم الآن هو كلنا نعيش في الفضاء التواصلي هذا الفضاء التواصلي يحتم علينا أن نجري واحة للنقاش يعني هذا مساحة للنقاش فعندما تدخل إلى مساحة النقاش بيني وبينك مهما كانت خلفتك يجب أن تتبع قواعد النقاش ما هي قواعد النقاش قواعد النقاش هي مبدأ الحرية أنا لديك أفكارك ولدي أفكارك لكن لا تقدم لي مثلا آية قرآنية أو لا أقدم لك أنا أنا نص ماركسي لا أنا يجب أن نضع قواعد للحوار قواعد للنقاش هاي القواعد يجب أن يتفق مع الجميع عندما هابرماس عندما تحاور مع البابا البابا لا تحاوره على أساس الدين المسيحي تحاوره على منطقة مشتركة بينهما للنقاش هذا الشخص لحد لها لا يأتر بوجود فضاء مختلف نعيش تحته جميعا ويأتقد بأن الفضاء الذي هو عليه فضاء الإيمان فضاء الإسلام أي اسم كان ومهم أكون اسم فضاء السلفية فضاء المسيحية فضاء الأرثدوكسية فضاء البعثية فضاء القومية أي فضاء كان يعتبر وهذا الفضاء الوحيد الموجود في الكون وهو لا يعرف بأنه يعني هو تم تدجينه وغسل دماغه بهذه الطريقة ليكون حتلة ضمن يعني يتعاملون معه كآله تم غسله دماغيا وجسديا وروحيا وإنسانيا لكي يكون حتلة وآله يستعملها علية القوم أو أهل الحل والعقد بالتعبير الديني بعد ذلك عندما قلت له أنت تشتهي العدوان لماذا العنف هو بوجود لأنه أصلا لديه حافز للعنف حابس للعدوان على الآخرين وهذا الحافز أيضا عندما يشعر بوجود آخر مختلف يشعر بالحاجة لممارسة العنف لأنه لا يريد أن يناقش مثل الشخص مدمن على شيء مثلا هو أيضا ضرب مثال فهو مدمن على شيء فأنت عندما تنقصك لا إدمان غلط يا أخي ممكن أن تشرب مثلا بس يعني لا تبالغ لا تدمن عليها اقطع فترة من الفترات وارجع لها معنا يعني نفهم أنه شهوات إنسانية وكوة نوع من الرغبة لا لا بس لا هو أدى ما تلح عليه يكرهك وحتى يقاطعك وربما يضربك هاي كيف المتدين نفس الحالة لكن على طريقة أشد وعامة وشاملة في كل تفاصيل الحياة فهو يعتبر نفسه جزء منظور للقطيع والجماعة الدينية فهو بعد ذلك عندما أضطر شهد يعني حس بأنه أنا لست شخصا يبادله العداء أو لست شخصا أريد أن أدخل معه في معركة أو خلاف أو جدال قال لا أنا متسامح يا أخي وأحب الخير للناس كما أحبه لنفسي وبعد ذلك رعما تدرع بالحديث النبوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه وأنا متواضع بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة من تواضع لله رفعه يعني هو أيضا حتى عندما يجيب ويقول أنا متسامح يستشد بالنص لا بس أنا ما أعدي مشكلة خليه يستشد بالنص لكن هو هذا يوضح طريقته يعني البنية العقلية التي تأسس عليها هذا الشخص والتي لا يستطيع أن يفكر بمأزل عن النص وعندما يريد أن يقول شيئا أنا متسامح لا يتحدث عن نفسه بصفته متسامحا كإنسان كفرد كيوني كشخصية مستقلة لا هو متسامح لأن هناك نصا يقول له هذا طبعا هو عدما يكون أدواني هناك نصا يقول له يكون أدوانيين هو اختار هذا السلاح فالنص بالنسبة له أدات والسلاح يتعامل به مع الآخرين هو عدما شاهد بأن المسألة ليست معركة حسب أنه هو دخل في قضية غير معقولة فماذا عاد إلى الكنزه النصي ووجد شيئا ينفعه فتلقفه ودلق عليه وهو يعتقد بأنه سيفحمني بهذه الطريقة هو هذا الفكر الذي يجب أن نفهمه يعني علينا أن نحلل طريقة التفكير الآخرين لكي نفهم ما نحن فيه ليس الهدف إساءة لحد ليس الهدف أن أقول له هذا إنسان سيء أو جيد لا أنا هدف أن أحلل هذا الخطاب الذي يمارسه لا أكثر وطبعا أنا غلطان بالتأكيد أدي أخطاء كثيرة في هذا التحليل لأن التحليل هو الآن تلقائي ومباشر ولكن ليس تحليل مدروس بطريقة يعني جيدة وأكاديمية وتحتاج إلى مصادر وأنا ما عندي وما عندي هذه القدرة ولا عندي هذا الوقت ولا عندي هذا التفرق هذا شغل بحوث ممكن كثيرون يستشهدون به ويبحثون عن يعني عن خلفياته عموما قلت له أنت المشكلتك يا أخي ومشكلة طبعا كثيرين أنهم لا أنك لا تجد كتابة ولا القراءة ولا القول ولا الفهم ولا حتى الرد أنصحك قلت له وبحب أن تخرج من الجوامع أو من عالم الجامع وهذا ليس فيها إساءة أنا لا أقصد أنه إنسان لا يذهب إلى الجوامع يذهب إلى الجامع لكن أبقى أنت داخل الجامع وليس أن جامع تجعله داخلك الجامع موجود حتى يشعرك بالإنتماء للآخرين ولكن هذا الإنتماء للآخرين لا تسمح له أن يذيبك ويجعلك إنسانا خاليا أو مفرغا من المحتوى ومن كينونة الإنسان التي يجب أن تكون هي كنزك الوحيد وهي أنت يعني لا تستطيع أن تتخلى عنه والدين أو رجال الدين يحرضونك على التخلى عن هذه الكينونة لصالح كينونة اسمها إسلام أو اسمها سلفية أو اسمها الحق الواجب الخير كذا أي اسم فكينونتك تبقى محافظ عليها وتبقى دائما مصانع هي هاي بناسانا وإلا فأنت راح يعني يعني هو سبب الخراب هذا ما هو لأنه كل إحنا نريد هاي المهوية نريد كل النسخ نسخة واحدة هنالك مسلم واحد كله قالب واحد وإلا حلات الكارثة والكل يتحدث يقول أنا مسلم مية بالمية ذاك يقول لا أنا مسلم مية أنت غلب أنت مسلم عندك مشكلة فهم بعض النص وهذا النص تفهمه بطريقة مختلفة عن فهمي وهذا المسألة الطبيعية أن كل واحد يفهم بطريقته لا يقول له لا ونالك معياء هاي الماهية المسلم هي كذا وليس كذا وهاي احنا عايشين ألفين سنة على هذا النقاش البيزنطي الذي لا ينتهي ويتهمون الآخرين بالنقاش البيزنطي بالمقابل فبالأخير الرجل ما رسى عدوانته قال لي التضح من الذي يكابر أكرر عليك أن أكرر عليك تعلم اللغة العربية طبعا رئيسا هاي جملة ركيكة ثم تكلم ثم تكلم في الدين أنت هكذا ما أسخر بين الناس ولا قيمة لما تقول إطلاقا في زمن نزول القرعة طبعا كلها ركاكة رغوية عجيبة هي مو مشكلة ركاكة اللغوية المشكلة أنه عندما تكون أنت ركيك في اللغة لا بأس يعني أنت هذا دليل على أنك لم تقرأ وغيره مطلع وأن طلعته فطلعته بشكل هامشي ولديك قابلياتك المحدودة في القراءة في هذا المجال ربما عندك قابليات عقرية في مجالات أخرى لكن في هذا المجال أنت غير محترف ولن تستطع أن تكون محترفا لأنك يعني لست مؤهل عن هذا يعني أنت يعني مبما أنا شوف ناس مثلا خبير بالنجارة كل واحد قدمه موهبته وكو يسمونه ملتي انتليكتول ذكاءات متعددة لا يوجد إنسان غبي في منطقة كلية في جميع المناطق أنه كل إنسان لديه ذكاء الخاص في منطقة محددة حتى المتخلفين عقليا لديهم ذكاء خارق في منطقة معينة وهاي موجودة أفلام حول هذا الموضوع أختم هذا الكلام ويقول أنه هل أنا ملحد أم لا وهذه الأسئلة تذكرر دائما لأنه لا يفهم أغلب المتدينين أو المتعصبين لا يفهم وجود عالم إلا وجود عالم مختلف أو أي شخص يحاول أن يفهم ما يجري يقول أنا بالعكس أنا شخص مؤمن يعني أنا نؤمن بالفكر مؤمن بأن إنسان على يعني يجب أن يتعلم يجب أن يطور يجب أن يؤمن بدين لا بأس ما في مشكلة أنا أؤمن بدين لكن هذا الدين يجب أن لا يبقى حجراً يكبس على أنفاس جميع يجب أن يكون هذا الدين فهو ما هو الدين لأنها علاقة بتعريف للدين الدين بالنسبة لي هو نظام من الألاقات الذي تتفق على اتفاعه مجموعة من الناس وهذا النظام الآن أصبح نظاماً يتطلب أن يكون مرناً إلى حج بعيد مختلف كثيراً عن النظم الذي وضعتها البشر سابقاً ومنها الدين الإسلامي فالدين الإسلامي هو واحد من الأديان وضعت أديان كثيرة مذاب كثيرة شعوب كثيرة أتم بوذية أتم كل مجموعة من الناس أجهم نظام من الألاقات والضوابط الاجتماعية يعني الفرز بين الصح والخطأ الحق والباطل المجاز والممنوع وهكذا بعد الفاصلة حوالضح الفرق بيننا وبين العالم الغربي الذي تقدمه بشكل واضح وأختم بعد ذلك الحلقة هناك فرق بيننا السؤال هو هذا السؤال ما ما الفرق بيننا وبين العالم الغربي هذا السؤال مهم جداً أعتبره لأنه يوضح لنا أين الإشكالية الكبيرة التي نتعرض لها قلت بأن كل إنسان مسلم أو متدين في هذا العالم العربي الشرقي هو يشعر بانتمائه إلى هذه الجماعة ويشعر كل واحد منهم بأنه من واجبه الدفاع عن هذه الجماعة وهذا مسألة طبيعية في الأصور القديمة والتي نشع من خلالها الدين دائماً المؤمن عليها أن يدافع عن قبيلته عن عشرته والسبب أنه دائماً معرض للهجوم دائماً الإنسان في ذلك الزمان معرض إلى الغارة من الجماعة معرض إلى وجود متسوسين خوانة أو ناس يحاولون يسرقون يعني حتى من داخل الجماعة فبالتالي الدين كان موجود حتى يحفظ يعني أو يربط أواصر الجماعة فيما بينهم هذا الربط كان ضروري جداً من الضروري جداً أن يضحي بذوات الناس وخصوصياتهم وبالتالي على كل إنسان أن يضحي برغبات الشخصية ولذائذة وسعادات الخاصة لكي ينجو لأنه وحد يقولك أنا أدي رأيي خاص هذا رأيي هاي متع يعني نوع من أنواع المتعدة في ذلك ما رأيك الخاص وهذا التصوري وهذا فكرتي وأنا أعتقد بأن هذا خلط وهذا صح هذا كلام غير موجود فكرة الإنسان المنفرد المنعزل هاي فكرة حديثة غير موجودة وغير مطروقة سابقة بالتالي الدين ظهر لكي ينبي حاجة الجماعة للتواحد والتواصل ما بينها والتشدد في هاي المسألة والتعصب الشديد فيها بل ورفع نسبة الكراهية داخل الإنسان المنظوي تحت هذا الدين وإلا لا يجب وجود لأي فرصة للاستمرار والبقاء على قيد الحياة هو صراع البقاء يعني مسألة العلاقة حتى بمبادئ داروين قوانين داروين أو نظرية التطور الدين هو من أبرز يعني الدين هو بحد ذاته في كل تفاصيلة ممكن شرحها وشرح الطقوس والعادات والتقاليد والعراف وحتى القرابين كلها ممكن شرحها بتطبيق نظرية التطور عليها وأدي حلقة أو سلسلة حلقات راح أخصصها وطبق عليها نظرية التطور أو مناهج التطورية على المظاهر الدينية الأساسية وأركان الدينية الأساسية وأوضح كيف تعمل النظرية التطور أو قوانين التطور داخل الجماعات الدينية وتنتج بالدالي الدين الشيء الذي أكده الآن ما الفرق بيننا وبين العالم الغربي العالم الغربي كان يعيش نفس أجوانه كان يعتقد بين الدين هو أو الكنيسة هي الحقيقة الوحيدة الموجودة على هذه الأرض وعلى جميع أن يعيشوا أجواء هذه الكنيسة لكي ينالوا بعد ذلك حق الدخول في الجنة المسيحية أو مملكة السماء وكل شخص خارج هذا الدين هو بالتالي أو الريليجين هو بالتالي شخص لن ينال البركة الإلهية بعد الموت أو حتى في الحياة وعليه تم رفض وتصفية كل الأديان الأخرى خاصة للوثنية أو سميت بالوثنية من في أي منطقة تسيطرة فيها الدين المسيحي لا وجود عندما نذهب إلى أوروبا لا نجد أديان قديمة كما هو حال في الدول البلدان العربية الإسلامية وهذه واحدة من فضائل الإسلام أنه سمح بوجود المنداعيين الإيزيديين يعني لم يواجه الآخرين بالشدة التي قامت قام بها المسيحيون وسبب بسيط أنه الإسلام بالبداية كان هو حركة فتوح وسيطرة على البلدان وحصد مكاسب وغزو وليس بهدف جعل الناس مؤمنين لأنه معظم فتوحات أو ما سميهم فتوحات وهي غزوات لبلدان العراق والبلاد ما بين النهرين والمصر والشام وبعد ذلك وصلوا إلى فارس والهن كلها بهدف الحصول على المكاسب والمغالم ولا وجود لأي أثر ولا أي وثيقة إسلامية من كتب الإسلامية الأساسية من تواريخ الطبري وغيرها وغيرها تقول بأن هناك دعوة للدخول في الإسلام بالعكس كان هناك رفض الدخول الإسلام لأنه عندما تدخل الإسلام لأنه تدفع أموالا لمقابلها لحد القرن الرابع والخامس الهجري كان الدين الإسلامي الدين يتبعه أقلية ومعظم الناس بقوا مسيحيين المذاهب شتى مختلفة بعد ذلك صارت حدث أمر له علاقة بأشياء أخرى لا أذكر بالضبط لا أذكر هناك بحوط حولها أموالله لماذا بالقرن السادس الهجري والسابق صارت تحول كبير نسبة كبيرة من السكان أنتموا للإسلام لأسباب ذهب لا تحضرني الآن وحتى العصر حديث حديث الفترة القريبة نسبة سكان المسيحيين في سوريا بلاد الشام نسبة كبيرة جدا وحتى فترة قرن مضى تجد نسبة المسيحيين في مصر أيضا نسبة كبيرة ليست نسبة قليلة بتركيا نسبة كبيرة من سكان المسيحيين هذا دليل على أنه الانتشار الدين لم يكن بالطريقة التي سمعنا عنها أختصر وأقول بأن لم تعود هناك ضرورة ما يفعله المسلمون الآن أو بسبب أنه لا يجد حوله سوى الخطاب الديني المتكرر عليه من وسائل الإعلام من الجامع بالمدرسة بالعمل يجد كل شيء مرتبط بالدين في حياته اليومية منذ نحو أربعين عاما لا وجود وحتى هناك رفض واضطرد لأي شيء آخر مختلف عن الدين فبالتالي هو يعتقد بأنه من واجبه كل إنسان أن يدافع عن الجماعة ويتصدى لأي عملية للخروج عن الجماعة لأن هذا هو الذي يتقف عليها ويتطلع لا يطلع على شيء آخر ربما أبوه أو جده لديه تصور شوية منفتح أكثر منه خاصة الشباب من أدهم العالم الغربي كيف تتطور تتطور عندما خرج من هذا الإحساس بالضرورة الدفاع عن الجماعة يعني أصبح هناك فردية الإنسان وخصوصية الإنسان وشخصية الإنسان مسألة مهمة جدا بل أصبحت رئيس مال العالم المجتمعات الغربية هو فردية وخصوصية كل إنسان وتخصصها وابتكار وإيجاد كل فرصة كل ما هو متنوع ومختلف عن وكل طاقة خاصة داخل هذا الإنسان لتشخيصها واستثمارها الاستثمار الأفضل وهذا ما يفعلونه في المدارس منذ عمر أربع سنوات الطفل يراقبون ماذا يراقبون خصوصيته يجدون ما هي الخصوصية التي يديه هل هو متميز في الرياضيات هل هو متميز في الرسم هل هو متميز في التصميم ويقومون يقدمون التقارير الدقيقة في هذا الموضوع هذا المسألة ليست اعتباطية وليست مسألة تربية إنه هناك منهج عام شامل يقف خلف هذا التصور كيف وصلوا لهذا التصور هو اللي يخلاهم التجربة والمران وعرفه وكيف يكتشفون العالم وينظرون للعالم كما هو لا ينظرون للعالم من خلال الناس لا ينظرون للطفل يعني عندما يتحدث شخص عن الطفل يجب أن ربي يبني التربية الإسلامية صحيحة أو التربية المسيحية صحيحة يعني سواء ببلدان الآن المسيحيين أو في بلدان أوروبا الغربية في زمن الهيمنة المسيحية فقالك لا أنا أرى الطفل كما هو وهذا الطفل عمره ثلاث سنوات أربعة أراه ما هي مواهبه لا أرى العالم ولا أرى الطفل بعيون الدين الذي أنتمي إليه لماذا؟ لأن الدين الذي كنا ننتمي عليه وجد ظهر في عالم مختلف عالم بأكمل الصراعات ويتطلب أن يلغي شخصية الإنسان ويضحي بخبراته وطاقاته الخاصة لحصالح الجماعة لأنه إذا اعتنى بطاقات كل إنسان الخاصة سيفنأ وسيلتهمه الآخرون لم يكن هناك مجال للتساهل في هذا الأمر ويجب التضحية بكل ما هو موجود من أجل القضية الأساسية وحفظ الدين بالتعبير القرآني الأولويات الأولوية دائما لحفظ الدين أي حفظ الجماعة والدرجة الثانية حفظ النفس وحتى حفظ النفس ليس لأجل حفظ النفس نفسها إنما حفظ النفس لكي تدعم وجود الجماعة ولهذا السبب الإله تجده دائما يكره الآخرين يحارب الآخرين معكم يد الله فوق أهديهم ولم يعني هاي راحة بالي لستم أنتم الذين قتلتوهم إنما الله قتلهم ما أذكر بالضبط لا تحضرني هاي الفكرة هي إنه الله هو رمز الجماعة فبالتالي هو يقاتل معنا وهو هذا الرمز الذي أو العالم الذي نتوحد تحت رايته جميعا وهذا الأمر ما قد مطلوب الآن العالم الغربي ينتبه بعد قرون من التجربة والمران واكتشاف العالم الجديد طبعا بصدفة طلعوا واكتشفوا أربع قارات الأمريكيتين واستراليا والقارة المتجمدة الجنوبية واكتشفوا مئات بل آلاف الجزر وجدوا عالم مختلف وشعوب مختلفة وأديان مختلفة وحتى حتى اسم أديان لا تنطبق عليها فهذا عندما اكتشفوا العالم رأوا بعيونهم أنه حاولوا يطبقون الفكرة الدينية التي تربوا وقرروا عليها على العالم وجدوا أنه لا ينسجم الأمر لا ينسجم فاضطروا إلى أن يروا العالم كما هو طبعا ارتكبوا مذابه وختلوا ملايين الهنود والحمر خطير المساكين لأنه فرضوا عليهم الديانة المسيحية قالوا هذا لا يجوز فرضوا عليهم الديانة المسيحية وبعد ذلك استثمروهم واستغلوهم واستعبدوهم يعني كوارث لا أول لها ولا آخر وأيضا في فترة الاستعمارية هناك الداروينية الاجتماعية والداروينية الطبيعية والداروينية الجنسانية والاقتصادية طلعت نظريات كثيرة حتى لوك يعني هو من كبار الدائنة الحرية والتسامح هو نفسه كان عنده تاجر عبيد وعنده عبيد وتجارة مع العبيد في أمريكا اللي أقوله بأنه هذا يعني بأنه نحن الآن أنت كإنسان موجود في هذا العالم العربي الإسلامي أو منتمي لهذه الثقافة سواء كنت داخل العالم العربي أو خارج العالم العربي وملتزم دينيا لا بس لكن عليك أنت تشعر بأن المسألة لم تعد كما كانت أنك لغير مطالب بأن تكون مدافعا وجنديا جاهزا لحراسة العقيدة لست حارسا للعقيدة والعقيدة ليست بحاجة لك ما هي العقيدة نفسها بغض نظرة عن آراء الكبار العلماء العقيدة نفسها الآن بحاجة للطاقات الخاصة بك أن تنمي الطاقات الخاصة بك والطاقات الخاصة بأولادك وأبنائك وبناتك وتستثمر هذا بدلا من أن تطمرها وتحول الموضوع إلى مسألة حجاب وكتاب ونص ويعني تدمر هذه الشخصية التي وقعت تحت رحمتك وأيضا شخصيتك أنت أنت تجعلها قربان للجماعة أو الدين الجماعي أو الفكرة الجماعية أو الإله أو حضرة الدين أو واجبات الدينية وفراغ الدينية التي تفرض عليك وتعتقد بأنها هي الطريق السليم والصحيح هذا كان قديما صحيح لكن الآن تغير الموضوع أنا لا أقول لك اترك دينك بالعكس أبقى على دينك لأنه انتركت هذا الدين ستذهب لدين آخر ليس الموضوع أن هذا الدين جيد أو سيء لم يكن لدينا الإسلام لدينا دين آخر يعني السواط ما راح يختلف الموضوع وأن لم يكن لدينا الإسلام أو دين آخر لدينا عقيدة قومية مثلا أو البعثية أو الشؤية أو العلمانية حتى ليست هالي المسألة مسألة أن طاقات حاصة بك طاقة الابدائية الموجودة داخلك كإنسان هاي طاقة متفردة ويجب عليك أن تحافظ عليها هي هاي الفكرة الغرب استثمر هذا الموضوع وكيف حل المشكلة الجماعية يعني الجماعية موجودة لابد أن تكون هناك أمة وهناك حدود وهناك وطن وهناك خصوصية وإحساس بالوطنية لابد لكن ماذا فعل جمع بين الأمرين قال بأن هناك خصوصات أنت لست مطالب بأن تكون جندي تحارب الجميع حالك حال الآخرين لا أنت واجبك أنت تتقن عملك هذا عملك هو هو واجبك هذا واجبك هذا عملك تتقن عملك وما لك علاقة تتقن الصراعات مع الآخرين لأنه أنت مفكار أخرى هذا ليس شأنك هناك شأن أكو سيستم ونظام هو يسيطر على الجميع أو مو يسيطر لا توجد فكرة تسيطرة حدثه بعقد اجتماعي هذا العقد تم تم اختياره ديمقراطية وبصوات حرة وممكن تبديله وتعديله في أي وقت هذا جعل المفرد بالصيغة الجماعة والجمع بالصيغة المفرد يعني أصبح الإنسان الفرد هو جزء من الجماعة لكنه جزء متفرد وفي الوقت نفسه لديه روابط مع الجماعة هو له حقوق وعليه واجبات لكن في الجماعة الدينية أو الدين الإسلامي تحديدا لا توجد حقوق لك لأنك تعبد الدين هو يقول لك التعبد وما خلقنا الجنس الإنس والجن إلا ليعبدون هاي وظيفتك والعبد ليست له حقوق الحقوق لله تلك حقوق الله أو حدود الله فلا تقربوها فبالتالي هذا هو الفهم هذا الفهم يجب أن يتغير وانشئنا ما بين يعني لسأة يجب أن يتغير لأن مشكلتنا نحن لا نفهم أن الأمور تغيرت يعني مع ترامل الدين مع ترامل تعاليمة يجب أن تجزون حلا كل واحد لا حاجة الآن لأن تكون مدافعا وداعشيا أو مقاتلا أو مجاهدا أو أو سلفيا أو أخوانيا عرم رما لا ما يهتم فهذه الفكرة اللي أقولها وأشكركم وأسبع على طالة وهذا كان نقاش مفتوح أحاول أحسن به هاي التفاصيل حتى لا أتهم مرة أخرى بأنك كذا وكذا وفي الفترة المقبلة سأحاول تقديم حلقات ومخاضرات بمنهجية دقيقة حول تاريخ الأديان وتاريخ الأساطير وما يتعلق بهذا وفلسفة الدين أيضا حول وأكبر الفلاسفة الذين يتحدث في هذا الموضوع بطريقة فيها كثير من المنهجية والطابع البحثي مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر